من خبرتكم في مركز التنوع وإدارة التنوع إحنا عارفين أن كل إنسان له ذاكرة كل شعب وكل جماعة لها تاريخ ما منفعت التاريخ للإنسان وما علاقته بالمستقبل طبعاً إحنا في مركز التنوع إحنا جزء مساهم من أجزاء كبيرة في العالم ولن نبدع حلاً جديداً في إطار لكن استعنا بخبراء ساعدونا في إبراز إجراءات فعيلة في الميدان فاكتشفتنا أحد نقاط استناد المتعصبين وغير المتسامحين في تشويق المستقبل لاعتماد على قراءة تعصبية غير تسامحية مع التاريخ لابد يكون إنسان له ذاكرة مشكلة كبيرة جداً إنسان ليس له ذاكرة أحد المقالات المشورة في الصحافة المصرية امرأة أصيبت بحادث فقدت الزاكرة وكان سنها 40 سنة فاضطرت تبدأ كطفلة ودخلوها الروضة وبعد نطلق للتعليم الانتدائي عشان تبني ذاكرة حتى تستعطى أن تتعاطى بها مع الناس مع أولادها مع المجتمع فلسنا نقصب بإقراطة التاريخ أو تعاطى ما ونحن نمحوه ولكن سؤالنا كان في المركز كيف لا نسمح بالتاريخ أن يغتلى المستقبل وأن يكون أداة في بناء المستقبل وليس في قتل المستقبل مثلا إذا جاء متعصب في الحالة المصرية وقال لك الأقباط هؤلاء أبناء المعلم يعقوب اللي كان معنا بلون بنبرت وقتل المسلمين ودخل أظهر بالخيول وكان معها ألفين مقاتل فبالتالي مايكل الآن وجرجس هو جده المعلم يعقوب هو الآن شيطان الواقع لصالح التاريخ وأصبح سحب هذا الحادثة التاريخ على كل الأقباط اللي هم وطنيون سب الأحياء إلى الموتى بالضبط بل أخطر من كده أحياء الأموات ليقتل بهم أحياء الموتى ليقتل بهم الأحياء فهنا بيكون المشكلة لكن إذا قرأ هذا الحادث التاريخي أن المعلم يعقوب أصلا كان خلاف مع الكنيسة القبطية بل تمادى ودخل الكنيسة يمتطي في جواده وفرسه والبابا في هذه الفترة كان رافض لأذى الموقف وكان لا يعبر عن الحالة القبطية فبالتالي أصبح عنده زاكرة منصفة أصبح التعاطي مع التاريخ بهذه القراءة لا تعتبر الآن جرجس وميكل والآن هو ابن معلم يعقوب الحدث مبطور عن الزاكرة الوطنية المصرية وبل يعني يقصي ولا يذكره في محطات مظلمة في التاريخ ينبغى أن نتجاوزها حتى تجغب على المستقبل نحن مع بناء حس حضار التاريخ بمقدار لياشغب على المستقبل لكن إذا كان في شحنة تاريخية تقرأ قراءة خاطئة مثلا في الحالة الإسلامية صلاح الدين عنده فريق من المسلمين البطل المخلص الذي يعني جاء من السماء وأذهب التطرع عن بيت المقدس في قراءة أخرى في قراءة أخرى عنده طرف من المسلمين أن صلاح الدين هلاك الدين لأننا قلنا صلاح الدين انتصر عشان حارب الشيعة وأغلق الأزهر وأصبح قطه طاهرة فبالتالي نفى المخالف والعقائد البطنية فجاءه نصر من السماء لما نقرأ التاريخ نجد سابت تاريخيا صلاح الدين لم يغلق الأزهر ولكن نقل خطبة الجمعة صلاح الدين لم يعاد أحد لشيعيته لم يقرق أحد لسنيته ولكن مشروع مع المقاومة صلاح الدين كان مستشار ابن ميمون اليهودي لما نقل هذه القراءة تجعل التنوع قوة وحتى في التاريخ تجعل له شواهد أنه عندما استعملنا حقق من انتصار لكن إذا قرأنا قراءة الأخرى الأولى أن صلاح الدين أقصى ومنع وأباد ويعني نجد أن فيها مشكلة صلاح الدين الكرد الأصل الصوفي الطريقة أشعار العقيدة شفعي المذهب صنع هذا النصر الشخصيات المركبة المتنموعة في المعارف تصنع في الأمم فتوحات وأمل وطاقات أمل لا يمكن أن يصنعها أن يصنعها غيره بالتالي هذا التاريخ يسميه تاريخ الحافز يدفع لهذه القراءة المستقبلية المفتحة تجعل تاريخ الأمم تاريخ المجتمعات تاريخ الإنسان نفسه هو يدفع في اتجاه بناء المستقبل ولا سيغتيال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة